من الكيسز اللي بتحصل في بيوت كتيرة وبيجينا بهانك موضوع بلع اللسان احنا بنبقاش فاهمينه اللي قدامنا عنده بهانك ومخنوق وحاسن هو بيبلع لسانه مبدايا فكرة بلع اللسان هو دي حاجة مش صحيحة أو يعني حاجة مش موجودة أساسا لأن احنا مش كيبي بالأساس ان احنا نقدر نبلع لساننا طيب ايه هو حوار بلع اللسان ده أساسا بلع اللسان لما بيحصل نوع معين من اللي هو نحد يغم عليه تمام بس نوع معين من الاصابة ان هو لازم يبقى عنده اصابة في عموده فقري من فوق تمام قدت ان هو كل عضلات وشه وعضلات لسانه ريحت فهو في اللحظة دي بس في الحالة دي بيبدأ ان هو لسانه بيرخي جامد قوي وعضلات رقبته بترخي جامد قوي فبيضطر ان لسانه بيسد المجرى الهوائي نعمل ايه بقى نعمل ايه بنعمل سكيل بسيطة اسمها هات تيلت تشين ليفت بمعنى ان انا برجع الراس لورا وطلع الدقن لقدام بالشكل ده انا بفتح المجرى الهوائي طيب بنعملها ازاي وليه بنعملها كده بنرجع بنرجع ده كده بنرجع الراس سانية احنا بنرجع الراس لورا وبطلع الدقن لقدام كده ده بيدي مجال لانه يتنفيذ تاني المجرى الهوائي بيتفتح تاني نفس الكلام في الاطفال برضو برجع تحت سن سنة برجع راسه الورا وبطلع ضعنه لقدام نفس الكلام